السلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين توفقكم وزارة الصحة كما دأوبت على ذلك بحصيلة تتبع الحالة الوبائية لداء كوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية إذ تم منذ مساء الأمس وإلى غاية الخامسة مساء ليومه 20 يونيو 2020 تسجيل 226 حالة جديدة مؤكدة لكوفيد-19 ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء ببلادنا إلى ما مجموعه 9,839 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد أما فيما يخص عدد الحالات المستبعدة بعد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة فقد بلغ مجموعها 512-327 حالة مستبعدة فيما سجلت 106 حالة تعافي جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء والحمد لله إلى ما مجموعه 8,223 حالة شفاء أي بنسبة تعافي 83.3% كما لم تسجل ببلادنا ولله الحمد خلال 24 الساعة المنصرمة أي حالة وفاة جديدة ليبقى بذلك مجموع عدد الوفيات المرتبطة بذلك كوفيد-19 محدودا في 213 حالة وفاة أي بنسبة إماتة لا تتجاوز ولله الحمد 2.2% أما فيما يخص إجمالي عدد الحالات النشطة والتي هي قيد العلاج ولازلت تتابع علاجها داخل المستشفيات فقد بلغ بجموعها 143 حالة من الحالات النشطة فيما يخص توزيع الجغرافي للحالات المؤكدة لكوفيد-19 المسجلة خلال 24 ساعة المنصرمة فهي كالتالي سجلت بجهة الدار البيضاء 26 حالة جديدة فيما سجلت بجهة مراكش أسفي 6 حالات جديدة من هذا الداء وسجلت 11 حالة إضافية في جهة فاسم كناس فيما سجلت 28 حالة إضافية بجهة طنجة الطوان الحسيمة وسجلت 156 حالة إضافية بجهة الرباطلة القنيطرة فيما سجلت أربع حالات جديدة بقلميم ودنون وهي جلها أو كلها الأربع حالات الجديدة بجهة قلميم ودنون هي بسيدي إفني سجلت بسيدي إفني فيما لم تسجل باقي جهات المملكة أي حالة مؤكدة جديدة من داء كوفيد-19 وتجدر الإشارة إلى أن تتبؤ المخالطين ما كان إلى غاية الآن من تبتبؤ ما مجموعه 53.813 من المخالطين لا زال منهم 5.656 مخالط تحت المراقبة الصحية هذا وتؤكد وزارة الصحة من جديد على ضرورة احترام وسائل الوقاية من تباعد الجسدي وارتداء الأقنعة مع الحرص على نظافة الأيدي باستمرار إضافة إلى استعمال تطبيق وقيتنا مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكن مما يمكن وزارة الصحة من تتبؤ المخالطين وتأزيز هذا التتبؤ وتؤكد كذلك وزارة الصحة على ضرورة اتباع التعليمات والنصائح المواكبة لرفع الحجر الصحي التدريجي للوصول ببلادنا إلى ضر الأمان ووقف هذا الوباء أما فيما يخص الأوساط المهنية ومن أجل تجنب انتشار العدوى كوفيد-19 بها فيجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة وعلى رأسها استعمال أقنعة الواقية أو الكمامات بصفة مستمرة مع غسل اليدين بشكل منتدم والحرص على نظافة أماكن العمل واحترام إجراءات التطهير كما يجب احترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي داخل أماكن العمل وعلى التهوية الطبيعية لأماكن العمل كذلك ومن أجل الحفاظ على تطبيق هذه الإجراءات فإنه ينبغي على المشغلين أن يحرصوا من جانبهم على إعلام وتحسيس المأجورين حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس وكذا وسائل الحماية المؤتمدة باستخدام الدعائم التواصلية المتوفرة على موقع وزارة الصحة مع تأهيل المرافق الصحية في مكان العمل طبقا لمتطلبات النظافة العامة والتنظيف المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ومن جانب آخر يجب الحرص على عدم الانتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل تأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته